بسم الله الرحمن الرحيم وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل القرآن العظيم جعله الله عز وجل كتاب هدى فهذه وظيفته في هذه الحياة الدنيا لذلك قال ربنا جل جلاله في القرآن العظيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فوظيفة هذا الكتاب أنه يهدي ويهدي للحق فهداية الكتاب هداية للحق ومن هدي للحق حقق غاية الوجود وغاية هذا الوجود للإنسان أن يعبد الله جل جلاله فكتاب الهدى قضيته الأساس والقضية الأم في هذا القرآن العظيم هي تعبيد الناس لربهم عز وجل أن يكون الناس عبيداً لرب الناس وأن يخرج الناس من عبادة الناس ليعبد الله عز وجل وحده هذه وظيفة القرآن وهذا هو الهدى الذي جاء به هذا القرآن وجاء هذا الكتاب بالبراهين الدالة والمؤيدة لهذا الحق العظيم فجاء بالبراهين الدالة على ذلك ومن تدبر القرآن بحثاً عن هذه البراهين والوقوف مع أعظمها فسيجد أن أعظم البراهين التي جاءت في هذا القرآن العظيم برهان الخالقية الذي يوجد الأشياء من عدم فكان هذا البرهان من أعظم براهين القرآن ولذلك كانت البداية به وبذكره وبذكره في أول ما نزل من هذا الكتاب العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما نجده في قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فكان البرهان الأول الذي افتتح به هذا الكتاب العظيم البرهان الدال على مال الله عز وجل من العظمة والتعظيم والجلال والإجلال والكبرياء والتكبير له سبحانه وتعالى كان البدء ببرهان الخالقية أفمن يخلق كمن لا يخلق وعلى هذا الأساس نجد كم ذكر القرآن الناس بهذا البرهان وكم فتح أبواب التحدي أمام هذا البرهان برهان الخالقية وسيقف الناس كلهم بلا استثناء موقف العجز أمام هذا البرهان وليس لهم إلا التسليم فعندما يذكرهم الله عز وجل بهذا البرهان ويوقفهم أمامه فنجد ذاك التسليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الله ومن الذي يستطيع أن يقول أنه خلق الأرض أو خلق السماوات فهذا البرهان العظيم الذي أكثر الله عز وجل من ذكره في القرآن ما أحوجنا إلى أن نقف أمام هذا البرهان لتمتلئ القلوب تعظيماً لله وإجلالاً لله ولتمتلئ القلوب ثقةً في وحي الله الذي ذكر بهذا البرهان ولتطمئن النفوس أمام هذا التشريع الحكيم الذي جاءنا من عند الخالق سبحانه وتعالى وأيضاً ليكون هذا هو برهاننا الذي نعرضه على من ندعوه إلى هذا الإسلام وندعوه إلى هذا الدين ومن نجادله ونحاوره أن نوقفهم على هذا البرهان أن نذكر بهذا البرهان كل من اقتنع بمبدأ الإلحاد أو غيره فسيكون هذا البرهان هو القاطع لتلك الشبهات وتلك الشكوك وتلك الوساوس برهان الخالقية هل يكون الكون بغير خالق؟ وكيف يكون بغير خالق؟ وهو بهذا الإتقان وبهذه العظمة وبهذه الحكمة في حركته في حركته وتقديره وتدبيره وقانونه ونظامه هل يمكن أن يكون هذا بغير خالق؟ وهل يمكن أن يكون له أكثر من خالق؟ إن التدبر في ذلك يدفع الإنسان دفعاً على أنه لا بد لهذا الكون من خالق ومن خالق واحد وأن ذاك الخالق الواحد لا بد أن يكون عليماً قوياً قادراً حكيماً وإلا ما كان الكون بهذا التدبير هذا برهان الخالقية الذي ملئ به هذا الكتاب وذكرنا الله عز وجل به في أعظم وفي أغلب سور القرآن ونجد هنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن من هذه السورة العظيمة سورة آل عمران وفي هذا الموقف الذي يذكر فيه الرب جل جلاله بتشريعه وأنه يحاسب الناس على أعمالهم وأنه سبحانه وتعالى ذكر لهم الآيات البينات الدالة على صدق هذا الوحي وعلى الحكمة في هذا التشريع العظيم وعلى صدق النبوة وصدق رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى كفر من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام بعد أن بيّن تلك الأمور وكشف ما عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى من الباطل وما هم عليهم من التزوير لما نزل عليهم من الحق بعد أن جلّا ذلك وأنهم أدخلوا أنفسهم في الفساد والإفساد وحذّر المؤمنين أن يتأثّروا بفعلهم وعملهم بعد أن جلّا ذلك كلّه وأظهره قال الله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلمًا للعالمين كل ما سبق ذكر وكل ما بيّنه الله قبل هذه الآية فهو من آياته البيّنات التي أقيمت على الحق وجاءت بالحق وسترشد وتدلُّ إلى الحق ووقفنا في درسنا الماضي مع قضية الحق ثم قال الله وما الله يريد ظلمًا للعالمين بعد أن وقفنا وأدركنا قيمة كلمة الحق تلك الكلمة التي وردت في القرآن ما لا يقل عن مئتين وخمسين مرّة في كتاب الله ولأهميّة الحق فما هو البرهان الدالُّ على ذلك فيأتي هنا ذكر البرهان الأعظم برهان الخالقية فيأتي عقب ذلك قول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض هذا التذكير بهذا البرهان العظيم لله وحده لا لأحدٍ سواء ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض مُلْكًا ومِلْكًا وَهُوَ مَالِكُهَا وَهُوَ الْمَلِكُّ عَلَيْهَا فَهُوَ الْمَالِكُ لَهَا بِحَقِّ الَّذِي يَمْلِكُهَا وَلَيْسَ هُنَاكَ مُلْكٌ حَقِيْقِيٌّ لِشَيْءٍ فِي هَذَا الْكَوْنِ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلِ فالإنسان يموت ويترك كل ما في الدنيا ويبقى المُلْكُ لله ويبقى المُلْكُ لله عز وجل فإذن هو الذي يملك لأنه خالق وهو الملك لأن أمر هذا الكون بيده هو الذي يدبر هو الذي يصرف ولا يدبر الأمر إلا الله فهو خالق مدبر وهو رازق سبحانه وتعالى فكل ما في هذا الكون فهو خلقه فالرزق رزقه والمرزوق يرزق برزق الله عز وجل الذي خلق ولله ما في السماوات وما في الأرض فإذن هو يذكر بهذا البرهان العظيم لما سبق ذكره أن آيات الله عز وجل قائمةٌ على الحق وتدعو للحق وأن الله عز وجل لا يريد ظلماً للعالمين وسبق الذكر وسبق الذكر أن للظلم دافعين عند الظالم الدافع الأول ما هو دافع الشعور بالحاجة لشيء تنقص هذا الظالم فهو يظلم ليأخذ شيئاً يكمل به النقص بغير حق فإذن هذا ظلم وهذا الدافع الأول دافع إكمال النقص بأن يتعدى عليه بغير حق الدافع الثاني للظلم وهو إنزال الضرر بغير حق فالبرهان الذي يذكر هنا على أن الله عز وجل جاء بهذه الآيات نتلوها عليك بالحق وأنه لا يريد ظلماً للعالمين جاء ببرهان الخالقية من كان يملك الدنيا وما فيها فهل داع الظلم سيكون موجود وهو النقص من كان يملك الدنيا وما فيها هو موجدها وهو مالكها وهو مدبر الأمر فيها وهو الرازق لمن يتحرك فيها فمن كان كذلك إذن لا وجود لداع الظلم فلذلك الله عز وجل نفى عن نفسه هنا ليس الظلم وإنما مجرد الإرادة مجرد الإرادة منتف عن الله وإذا انتفت الإرادة فهو نفي للظلم في بعده العمل من باب أولى فمنتفن عن الرب جل جلاله إرادة الظلم ثم ذكر البرهان على ذلك وهو برهان الخالقية ومن أي الأبواب جاء في برهان الخالقية برهان الملك التام لكل ما في هذا الكون ولله ما في السماوات وما في الأرض فالسماوات له وما فيها له والأرض ملكه وما فيها ملكه فتضمن الظرف المكان وما فيه وأن ذلك كله ملك لله فمن كان هذا شأنه لا نتصور أنه سيظلم هذا المخلوق الذي خلقه إذن هذا البرهان الذي ذكره الله عز وجل هنا تأييداً ودلالةً لما سبق ذكره ولذلك أيها الإخوة الأكارم كم يحتاج العبد منا أن يكون دائماً مستحضراً لهذا البرهان بما يجعله يستحضر دائماً معية الله معية الجلال والعظمة معية الحب والخشية معية استحضار أن الإنسان واقفٌ بين يدي الله للحساب والجزاء هذا البرهان هو الذي يعينك على أن تترقَّى في مراتب الدين لتصل إلى مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يرى فالذي يعينك أن تدخل إلى هذه المرتبة هو أن تفتح على نفسك هذا البرهان الأعظم والطريقة فيه أن تجمع بين آيات الله المقرؤة وآياته المنظورة وأعظم ما في آياته المقرؤة التذكير بأسمائه وصفاته فتربط بين الفاعل والمفعول ليمتلئ القلب تعظيماً لله وإجلالاً لله وتسليماً لأمر الله سبحانه وتعالى فنجد هذه هي طريقة القرآن أنه يذكر بهذا البرهان الأعظم ليوجد في القلب قبول الحق والخضوع للحق والانقياد للحق فيكون ذلك بالتذكير بهذا البرهان الأعظم برهان الخالقية التي يقف الناس كلهم أمام هذا البرهان موقف العجز ولله ما في السماوات وما في الأرض هل عرفنا أحداً من الخلق ملك الأرض كلها؟ وهل عرفنا أحداً من الخلق ملك السماوات؟ فضلاً من أن نقول هل عرفنا لا أحداً من الخلق ملك السماوات والأرض؟ فإن هذا من بدهيات العقل السليم الإيمان بأن ذلك المالك هو الله جل جلاله لا أحداً سواه ثم يقول الله عز وجل وإلى الله ترجع الأمور أيضاً إلى الله وحده لا إلى غيره وإلى الله وحده بدون شريك إذن انتفاء أمرين الأول انتفاء أن يكون الأمر إلى غيره الثاني انتفاء أن يكون هناك شريك معه في رجوع الأمر إليه معه فالأمر يرجع إليه وحده يرجع إليه لا إلى غيره ويرجع إليه بدون شركة بدون مشاركة فالأمر يرجع إليه وجمع الأمور فيرجع إليه جميع أمر خلقه بكل أصنافهم وأنواعهم الصالح والطالح المحسن والمسيء كل ذلك راجع إليه سبحانه وتعالى وإلى الله ترجع الأمور إلى الله لا إلى غيره هذا الجزء من هذه الآية فيه فوائد عظيمة محل التأمل والتدبر لا بد من الوقوف معها الأمر الأول أعطتنا دلالة على أنه يوم القيامة لا ينفذ حكم أحد كائنا من كان إلا حكم الله لا ينفذ حكم أحد في ذلك اليوم العظيم إلا حكم الله عز وجل إذن هذه فائدة وفائدة عظيمة ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها بالنسبة للمؤمن وصاحب العمل الصالح يوجد في قلبه الأمور التالية الأول يوجد في نفسه أنه لن يهضم من عمله شيء أنه لن يهضم لأن المرجع إلى من؟ إلى الملك الحق العدل الذي قال وما الله يريد ظلما للعالم فاستحضار هذا المعنى يدفعك للعمل والإكثار من الصالحات والطمأنينة تملأ القلب بأنه لن تهضم من عملك شيء وهل هناك أمر سيدفع الإنسان إلى أن يعمل وهو متيقن بالمكافأة أعظم من إنسان علم أن مرجع الأمر إلى الله لا إلى غير لن تهضم الأمر الثاني أن الموعود الذي وعد سيتحقق لأن الذي ترجع إليه الأمور مالك السماوات والأرض هو الغني هو الغني ومن عداه فقير ومن عداه فقير فيمتلئ القلب ثقة بيقينية أن يجد ما وعده الله عز وجل عليه من العمل الصالح لأن الذي سيحاسبه هو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أيضاً وإلى الله ترجع الأمور سيكون محل خوف ورعب لكل من عمل السيئة فالمرجع إلى الله المرجع إلى الله القوي القادر الذي إن قال صدق وإن وعد تحقق وعده فإذا نجد أن هذه الجملة هي محل تحفيز لهذا العبد المؤمن وهي محل زجر وتوبيخ للعبد العاصل فاجأ وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور أيضاً وإلى الله ترجع الأمور في الدنيا قد يقف الإنسان مع خصمه لي ليتحاكم ويصدر الحكم له أو عليه ولكن هل يعني ذلك أن الأمر انتهى إن حكم لك في الدنيا هل يعني ذلك أن الأمر انتهى الجواب لا وإلى الله ترجع الأمور لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في هذا الأمر ويبين ويقول لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأحكم له إذن ليست القضية أن الحكم لأن ما ما جاء لك أنه أصبح هو الحلال وأنه أنت على الحق فإن الإنسان قد يكون عنده من حسن المنطق وقد يكون عند خصمه ما لا يجاريه في هذا الباب فيظهر بذلك أنه على الحق وهو يعلم أنه ليس على الحق فإن في مثل هذه الآية إعلام لكل من هو بهذه الكيفية أن الأمر سيعود إلى الله ويرجع إليه وهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أخفى الأمر على قاضي الدنيا ومن لبس الحقيقة على حاكم الدنيا فهل يظن أن ذلك سيكون له إذا وقف بين يدي الله وإلى الله ترجع الأمور فكل ذلك إليه لا إلى أحد سوى لذلك هذه الآية وأيضا قوله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى من الآيات العظيمة التي ينبغي للإنسان أمام كل حق أمام كل حق لأي أحد من الناس أن يتذكر أنه سيقف بين يدي الله ويفتح ذاك الملف الذي ظن أنه أغلقه فاحرص أن تغلق كل حق للآخرين عليك بالطريقة التي تضمن أنك إن وقفت بين يدي الله وفتح ذلك الأمر مرة أخرى فتكون قد أخذت الأمر بحقه وما تجاوز تفين وكم الناس يغفلون عن استحضار هذا المعنى ويظن أنه مادام أصبح الأمر في يده فانتهى الأمر وما دام حكم له فانتهى الأمر ويعلم في قرارة نفسه أن الذي حكم له به ليس له فإذن هذه الآية أعطت هذا المعنى العظيم وهذه القضية الجليلة التي لا بد أن نتنبه لها وكما رأينا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بالآمر الذي هو تفعيل لهذه الآية لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأحكم له فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو يتر وإلى الله ترجع الأمور فكل الأمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى أيضا وإلى الله ترجع الأمور أزال أي إبهام لعدم القدرة على الضبط والربط لأمر عباده جل جلال فالأمر إليه وأن إلى ربك المنتهى فأن نعلم أن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فأي إيهام وأي إشكال في تصور الإنسان ويرى من أفعال حركة الناس وقد يرى أن هناك الظالم يظلم ولا يأخذ منه الحق وأن السارق يسرق ولا يأخذ منه الحق وأن الشاتم يشتب ولا يأخذ منه الحق فليتذكر أن هذا الأمر في الدنيا لأن مبنى الدنيا على حكمة الابتلاء والامتحان وأن الدنيا دار جزاء للعمل وليست بدار جزاء وليس دار ميدان للعمل وليست بدار جزاء وأن دار الجزاء الأكمل هي الأخرى والآخرة فلذلك قول الله عز وجل وإلى الله ترجع الأمور أي كل ذلك سيرجع إليه ويقف الناس أمام الحكم العدل أمام الحكم العدل وإلى الله ترجع الأمور فلذلك ليس هناك أم يوجد في نفس المظلوم من الطمأنين مثل أن يقرأ هذه الآية ومثل أن يقف على مفهوم هذه الكلمات وإلى الله ترجع الأمور فيشعر بأن حقه والله سيأتي وسيأخذه وليس هناك شيء سيقلق هذا الظالم أكثر من أيضا هذه الكلمات وهو يعلم بأنه سيقف بين يدي الله ليأخذ الحق للمظلوم منه وإلى الله ترجع الأمور فإذن كل إيهام فيما يتعلق بعدم القدرة على الضبط والربط لأمر العباد فإن هذه الآية تنهي ذلك الإيهام وإلى الله ترجع الأمور فما يكون في الدنيا من أفعال الناس ومن أحوال الناس وفي تعاملات الناس في ظلم الرجل لزوجه وفي ظلم الأب لولده أو التقصير في ذلك وفي عدم البر من الأولاد للأب وفي أذية الجار وفي عدم الوفاء في الميزان في البيع والشراء وفي عدم الوفاء بالديون وفي استغلال الإنسان لما هو فيه من مال أو جاه أو منصب ليدفعه ذلك أن يظلم فليتذكر قول الله وإلى الله ترجع الأمور ثم يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَلَوْ أَمَنَا أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَا خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ هذه الآية العظيمة الجليلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن بيَّن حال رسوله صلى الله عليه وسلم وحاله في أمر البلاغ والدعوة وبيَّن حال أصحابه ووعظهم وذكَّرهم الرب جل جلاله وحذَّرهم وأنذرهم من أعدائه وأعدائهم بعد أن جلَّ ذلك كله وبيَّن الحال الذي ينبغي أن يكونوا عليه قال لهم كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَقَبْلَ الْوُقُوفِ على هذه الكلمات على هذه الكلمات في هذه الآية الكريمة نقف مع واقعٍ عملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه من أثر هذا الإخبار من الرب جلَّ جلال وهو يقول كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ إن المظهر العام لهذه الأوصاف المذكورة هو ظهور ذاك الحرص ذاك الحرص على هداية الناس وعلى صلاح الناس وحب الخير لهم وحب تعبيد الناس لربهم عز وجل ذاك المظهر الذي يجعل هذا الإنسان المؤمن يشعر أن وظيفته الأساس في هذه الدنيا هو حمل رسالة الدين وتبليغها للناس ويشعر أن كل وظيفة سواها فهي تبع وهي فرع ويشعر أن الله أكرمه وأن الله ميَّزه وأن الله اصطفاه وأن الله عز وجل أعطاه بأن أذن له أن يبلغ دينه وأن ما فيه من الإيمان والصلاح فهو يحب أن يرى الناس على العمل الصالح وليس شيء يبغضه ويكرهه ويؤلمه ويؤذيه من أن يرى إنساناً يعص الله هذه المظاهر التي بنتها هذه الحقائق الربانية التي جاءت في القرآن العظيم فأخرجت للإنسانية هذا النموذج نموذج الإنسان الطائع لربه الذي يعيش في حياته العبودية لله جل جلاله فترى مظهر تعبده لله في كل أحواله وليس فقط في الشعائر التعبدية ترى عبوديته لله كما أنه عندما يقف ويصلي فكذلك عندما يرفع اللقمة إلى فمه وترى عبوديته لله عندما يحج ويطوف ويسعى ترى أيضاً عبوديته لله عز وجل وهو يتعامل مع الناس ويخاطبهم ويبيع ويشتري معهم فذاك موطن عبادة وهذا موطن عبادة تؤمنون بالله ثم أن ذاك الخير الذي هو فيه يحب أن ينقله لكل أحد اسمعوا ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول والله ما تعلمت فهما في آية من كتاب الله إلا تمنيت أن كل الناس يعلمون ذلك هذا الحب في نشر الخير والعلم للناس ويقول وما رأيت سحابة تحمل ماء إلا تمنيت أن كل بلاد المسلمين يصيبها من هذا الماء وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول وددت أن لحمي يقرض بالمقارير يقطع قطعة قطعة وكلما قطعت منه قطعة طبق الناس سنة حتى يكون آخر قطعة من جسدي مع آخر سنة يطبقها الناس هذا الحب في نقل الخير للناس وتعبيد الناس لله عز وجل هو صفة هذه الأمة التي يقول الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس إن نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام والقدوة لأمته عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله في القرآن عن شدة حرصه لهداية الناس وبأي شيء عُبِّر عن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية هذه الأمة قال الله عز وجل فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ الله يُحَذِّرُه يقول له إنما تجده في نفسك من الهم والحزن على قومك الذين لم يقبلوا دعوتك يكاد هذا الأمر أن يكون سبباً لوفاتك وخروج روحك فالله عز وجل يقول له ارفق بنفسك يا محمد ويقول الله عز وجل أيضاً له فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ أي مُهْلِكَ نَفْسَكَ وأنت تحرِص على أن يقبل هذا الهدى إن نظرنا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يحمله أمر البلاغ والدعوة إلى هذا الدين فهو يدعو في كل مكان كان فيه وفي كل زمان من عمره ودعا جميع أصناف الناس استخدم الوسائل والأساليب المتنوعة يدعو إن كان في المسجد وإن كان في الطريق وإن كان في السوق وإن كان في منازل الناس حتى في المقبرة وهو فيها أيضاً يجتمع الناس إذن يدعوهم إلى الله في الحضر في السفر في وقت الأمن في وقت القتال في وقت صحته في وقت مراضه عندما يزور غيره وعندما يزار هو من أحبوه ومن أبغضوه الحقير من الناس والفقير من الناس والغني من الناس والوجيه من الناس كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله عز وجل على جبل الصفا كان وقوفه الأول ودعا قومه عندما قال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على جبل الصفا وقال قولته المشهورة المعروفة عليه الصلاة والسلام قال قال يا بني فهر يا بني عدي وعدد بطون قريش ثم قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد في طريقه في طريقه عليه الصلاة والسلام يمشي في الطريق وخلفه معاذ يقول يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديه قال يا معاذ يكرر له يناديه ثلاث مرات لأن في الطريق الذهن قد ينشغل ينشغل بكثرة الصوارف لتجدد ما يرى فلذلك يناديه ثلاث مرات حتى يركز فيما يصله من الكلام يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا إذن تعليم معه شاب نفس الوضع مع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فلتسأل الله وإذا استعنه فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف خروجه إلى حيث تجمعات الناس في الأسواق خروجه إلى سوق ذي المجاز وهو سوق قبل الحج يقام وثلاثة أسواق وثلاثة أسواق كانت تقام قبل موسم الحج سوق عكاب سوق مجنة وسوق ذي المجاز فكان عليه الصلاة والسلام يحضر تلك الأسواق لا لأجل البيع والشراء وإنما لأجل أن يبلغ الناس دين الله ودعوة الله لذلك روى الإمام أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوقي ذي المجاز يتخللها يمشي بين الناس يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أيضا يأتي إلى الناس في أماكنهم وفي منازلهم ويدعوهم عليه الصلاة والسلام بل يدعو من يبغضه ومن يكرهه فكان يأتي إلى عبد الله بن أبي المنافق ويدعوه ويسمعه كلام الحق والدعوة إلى ذلك عليه الصلاة والسلام وكان يذهب إلى اليهود في دورهم ويذهب إلى كبارهم وعلمائهم ويدعوهم ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود كوموا معي إلى يهود الذين كانوا يسكنون معه في المدينة قال فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس البيت الذي يجتمعون فيه للتعلُّع فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا فقالوا بلّغت يا أبا القاسم فقال ذلك أريد ثم رددها عليهم مرة ثانية إذن هو يأتي إليهم ويدعوهم حتى المريض الذي على فراش الموت أرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لينقذه من النار والحديث المعروف الذي رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه أن غلامًا يهودي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فمريضا ذلك الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود يزور فقعد عند رأسه فقال له أسلم وهو على فراش الموت أسلم فنظر الغلام إلى أبيه وكأنه يستشير فقال له أطع أبا القاسم غلبت عاطفة الأبوة والحناد مع يقينية أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق ودعوته حق فاختار لولده ذلك فأسلم أي الغلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار لمن هو على فراش الموت أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البقيع عند المقابر في المقابر كما روى أيضا الإمام البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعدا وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فإذا في المقبرة أيضا تعليم وموعظة وتذكير ودعوة وبلاغ أيضا من أحبوه أليس أبو طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وفي مرض موته جاءه عليه الصلاة والسلام وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك عند الله إذن في ذلك الموطن أيضا من كانوا يبغضوه فإنه عليه الصلاة والسلام دعاهم دعا أبو جهل ودعا أبو لهب وهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البغ أيضا يدعو من جاءه يريد قتله الرجل الذي جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم منائم تحت شجر وعلق السيف في الشجر فجاء وأخذ السيف فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرجل يا محمد من يمنعك مني الآن قال الله الله فارتعدت يده وسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد له نفس السؤال قال من يمنعك مني الآن قال يا محمد كن خير آخر فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دعوة وبلاغ وتعليم أيضاً أنظروا إلى أمر البلاغ والدعوة ليس فقط لمن حضره بل يتمنى أن يصل هذا الخير لمن يخرج من أصلاب من عادا فعندما يأتيه ملك الجبال وقد أخرجه قومه من مكة واستقبله أهل الطائف شر استقبال قال فخرجت وأنا هائم على وجهي ما أدري أين أسير قال فما استفقت بنفسي إلا وأنا بقرن الثعال في ميناء فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق على هؤلاء الذين آذوا ولم يقبلوا منه وأخرجوه أن يطبق عليهم الأخشبين ماذا قال؟ قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا حتى ملوك أهل الأرض في زمنه أيضا دعاهم فأرسل الكتب وأرسل رسوله إليهم روى الإمام أحمد وروا أيضا الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن نبي الله كتب إلى كسر وإلى قيصر وإلى النجاش وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام إذن هذا شأنه صلى الله عليه وسلم وهذه حياته عليه الصلاة والسلام في أمر بلاغ هذا الدين والدعوة إلى الله جل جلاله وقته بذله لذلك ولذلك ابحثوا من يوم أن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله يا أيها المدثر قم فأنذر كتب السيرة على اتساعها هل أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يوما واحدا إجازة لنفسه من دعوته إلى أن مات الصحابة الصحابة إن غاب عنهم شيء من الوقت في اليوم الواحد يذهبون لأنهم ما ألفوا أن يغيب عنه وإن كان معهم فهو تعليم ودعوة وتذكير وموعظة وبلاغ هذا شأنه عليه الصلاة والسلام ماله مسخر لأمر دعوته وبلاغ هذا الدين أنفق ويتحمل الدين لأجل دعوته ولأجل هذا الدين ونشره في الناس وسمعنا قصة زيد تذكرتها في درس ماضي وهي عظيمة استقرض ويتحمل الدين الكبير حتى يثبت الناس على الدين وتقول أم المؤمنين رضي الله عنها والمرأة أعرف بزوجها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يصلي جالسا حطمه الناس ابن ثلاث وستين سنة إذا قام في الليل يصلي جالسا حطمه الناس فوقته لأمر دعوته ولتبليغ هذا الدين فهكذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ليدعو لهذه الأمة من كان في زمنه ومن بعد زمنه إلى يوم القيامة يدعو لهم فلذلك هذا المظهر الذي بنيت عليه هذه الأمة حرص هذا الإنسان المؤمن على هداية الناس وعلى أن يُعبد الله وأن يستشعر أن مهمته الأساس في هذه الحياة أنه داع إلى الله مبلغ لدين الله يتعلم ليعمل ويتعلم ليبلغ يؤلمه أن يرى الناس على المعصية ولذلك كم كان لهذا النموذج من النبي القدوى عليه الصلاة والسلام كم كان له من الأثر على أصحابه وكم كان له من الأثر على أمته وكان الإنسان يتألم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الأمة ذلك لذلك كان سفيان الثوري يقول إني لأرى المنكر فلا أطيق تغييره فأبول دمًا كما دار الله أكبر